ناقش اجتماع موسع برئاسة نائب بزير الصناعة والتجارة سالم الوالي بعدن الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية وسبل تحسين منتجات المصانع الوطنية واجر خلال الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة علي الشرفي ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر باع بيهد وموثلين عن المصانع الوطنية التطرق الاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة ومناقشة تعزيز اوجه التعاون المشتراك بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تأمين المخزون الغذائي والاستراتيجي وحلحلة الاشكالات والتحديات التي تواجه الحركة التجارية ووضع الرؤى والمقترحات الكفيرة بتسهيل انسياب السلع الغذائية والاستهلاكية بسلاسة ويسر بين المحافظات خصوصا مع تحول آلية تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن وعقد نائب الوزير حرص وزارة الصناع على تقديم كل الدعم لقطاع الصناعات والمنتجات الوطنية التي تمثل أهم الركائز الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني بدورهم مكد المجتمعون على أهمية تحسين منتجات المصانع الوطنية والتقيد الصارم بتلك الاشتراطات والمواصفات والتعاميم الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبما يضمن حماية حقوق المستهلك وصحته وسلامته اشتركوا في القناة